تلقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم تقريرا لاستعراض حالة محطات رفع المياه وجهود المصلحة واستعراض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية والإجراءات التي تقوم بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف لدمن رفع تصرفات المائية المطلوبة بالطرع والحفاظ على المنسيب بالمصارف الزراعية بالدرجة الآمنة